الفارس الصغير عبدالهادي بن بلال أرادت الإعاقة أن تقعده لكنه بالقرآن تبوى مقعده من التمييز أمره تسع سنوات ويحفظ خمسة عشر جزء بفضل الله ثم بمتابعة وحرص من والديه شارك عدة سنوات في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة وحصل على المركز الأول في الفرع الأول في قصة عنوانها العريض المستحيل مجرد كلمة أحب كرة القدم مركزي حارس مرمى أو؟ طيب طيب وأحب ألعب كرة القدم ومركزي حارس مرمى أو إنجرال حيسر أما هو عم بيقول لي هوايته كرة قدم أنا ما بقوله لا حتى بيستغربوا أنه كيف كرة قدم هو بيلعب هو جالس بالأطفال أنا بحب أركب الخيل بالفروسية وكنت أروح أنا أخواني وكنت أروح أنا أخواني وبابا على النادي الفروسية الفروسية ما في مشكلة هو عنده ضعف عضلات ولكن الحمد لله بشكل يقدر يعين نفسه الحمد لله رزقنا به عبدالهادي وكان هيبا من الله سبحانه وتعالى وبركة فالحمد لله هو أوسط أبنائي أنا اليوم من المشاركين في مسابقة الأمي السلطان بن سلماني الأطفال المعروقين وفي السيديو ينضم معي عبدالهادي بن بلالة صغير عمرا والكبير قدرا حياك الله عبدالهادي حياك وسعيد ومتشرف بوجودك معي في حلقة اليوم بداية حبيبي عبدالهادي أبغى أسبع منك آيات من القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرتيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وتعلي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ما شاء الله صدق الله العظيم عبدالهادي حبيبي متى بدأت حفظ القرآن الكريم؟ أنا بدأت مكان عمري خمس سنوات كنت أذهب مع والدي على حلقة التحفيو ولما أردع لمبئة أرادع مع أمي ولما صار عمري سنوات كانت أول مشاركة لي في مسابقة الأمي سلطان من سلمان كانت في المدينة المنورة حصلت في أمك الثاني ما الذي يساعدك على الحفظ أكثر؟ أبوك أو أمك أكثر؟ أم أثنين ما شاء الله طيب يعني اللي دعموك الولدين فقط في أهل حفظ القرآن ولا في أحد دعمك غيرهم؟ أم الولدين طيب عبدالهادي أنا سمعت أيضا أنه أنت سمعت أنك فارس تحبرك بالخيل و تشجعوا الأندية أيضا أيوه كيف كلمنا عن هذا الموضوع؟ ما منعت عاقتي عن حب القرآن ما شاء الله أو عن المدرسة بتنظيم الوقت أمارس هواتي وحب القرآن وتابع طروسي وأنا أي شيء أبغى أكلم أبوي أنا حبيت ركوب الخيل قلت أبوي أبوي أخذني على النادي ولما شفت الخيل تحمست أكثر أن نركب عليه ونصرت أعرف أدوات الخيل اللي تتركب عليه اللي تتركب عليه عشان نركب وأعرفها وش تحب تقول لأبوك؟ شكراً والوالدة وش تحب تقول للوالدة؟ شكراً شكراً طيب وش تشجع عبدالهادي؟ أنا نشجع نادي الأهلي تابع الطور السعودي تشجع نادي الأهلي؟ أيوه ومن أفضل حارس مرمى أنت تشوفه؟ يعني بالنادي؟ إي لا، فأنت تشوف من أفضل حارس مرمى أنت؟ أنا أنت؟ ما شاء الله أنا في البيت أجلس حارس وأخوي أحمد يصدد علي ما شاء الله وأنا أحاول أن أصددها ما شاء الله ما شاء الله عبدالهادي؟ وأنا زرت نادي الأهلي وزرت نادي الهلال وحضرت مباراة النصر والسد وكيف تشوف الكورة؟ كيف تشوف أحوال نادي الأهلي الحين؟ كويسة؟ نص ونص يلا إن شاء الله تزيل الأمور المادلة إن شاء الله طيب نسمع منك آيات قرآن ختم فيها اللقاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست التبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر موضونة متكئين عليها متقابلين ما شاء الله صدق الله العظيم الله يحفظك إن شاء الله وإن شاء الله تحفظ القرآن كامل يا رب العالمين ومع تبقي شيء يعني خلاص إن شاء الله أنك بديت وبتني يحفظ القرآن الله يحفظك لهلك ويحفظهلك لك إن شاء الله شكرا جزيلا عبدالهادي عفوا شكرا جزيلا